سهلاً يا أصدقاء، أعتقد أن هذا الفيديو رح يكون مقسم على قسمين، قسم تجربتي تتعلق كالعادة بتجربتي مع الجمارك الأردنية، والقسم الآخر رح يكون عرض مشتريات الكتب، فإذا أنت حبيت تعملي سكيب، أكيد رح تلاقي تأسيم زمني بالأسفل فيك تروح على المشتريات يعني دوري، طيب، بصراحة الحكاية هذه بدأت في 19 فبراير أو 19 أشباط، أعلن موقع الأولى كريت جونيور بوكس أنه هو حي سكر، وأنه هاي الخدمة اللي كانت مقدمة للأطفال راح يتم إغلاقها، الخدمة هي عبارة عن صندوق كتب، بيجو فيه بالعادة كتاب أو كتبين بيكون في هذا الصندوق حاجات متعلقة أو حاجات مستوحة من الكتاب نفسه، فالكتب اللي موجودة في هذا الصندوق هي Middle Grade وهي Children، يعني ماكسما من الحديث عمر خلينا نقول 11 سنة، فقرروا يوم نسكر وتوقع ما كان فيه إقبال كتير، لكن خليني أقول إنه كانت تجربتي مع بعض الكتب اللي اشتريتها من هذا الصندوق ممتازة، فكنت متحمسة إني أحصل عليه فلأنهم بدهم يسكروا وقرروا يعملوا شيء اسمه Blue Out يعني زي ما بقولوا يفجروا الموقع، عرضوا الصندوق بخمسة دلر بس، متخلين خمسة دلر؟ يعني اللي بروحوا عم عرض الكتاب بالأردن يعني بيعرفوا التلاتة دنمير شو بتجيب، شو الكتيب الخاص بالأطفال اللي ممكن تشتريه، فخمسة دلر إنتا تحصر على كتاب هارد كفر وممكن كتابين زائد أربع أو خمس متعلقات بالكتاب في داخل الصندوق، فأنا بصراحة كنت يعني عم باكل بحالي على هذا العرض، أول شغلة عملتها أني شاركت الإعلان بالإنستجرام حتى أنه يعني أكتر حدا، أكتر ناس تستفيد من هذا الإعلان مشجعت علي، لكن أنا بالنسبة لي شخصيا ترددت جدا في الإقبال علي، أني كنت لسه بشهر عشره من السنة الماضية، ماكلى مقلب مرتب جايب سبع صناديق كتب، بس ما كنتش للأطفال، كانت لليافعين، وأكلت عليها مئة وخمسين دينار جمرك وتخليص جمركي، يعني خلينا نكون صريحين، عدد شهر ونص وأنا بحوش بس للجمرك والتخليص الجمركي، وما عرفت ليه يعني حاولت الاحتجاج وما عرفت ليه كان موضوع متعلق كأنه بحجة الوزن، فكرت أنه يعني لو بدي أخد عرض الأطفال، فأنا رح أجيب يعني بحجة الوزن، بحدود ست سبع سنديق، يعني هيطلق تقريبا نفس الوزن، ويمكن كمان أكل عليها نفس المالة، أد مقاومت، انتهد مقاومتي بواحد ثلاثة، وقررت أني أنا أشتري هالسنديق، وفعلا دخلت، سنديق كتير كانت مغرية، عبيت عربة الكتب مجموعة كبيرة من السنديق، ومعرفتش أغربل وأختار منها كتير، فقررت أني أنتظر لليوم الثاني الكتب اللي حتصمد في عربة الكتب، أو السنديق اللي حتصمد في عربة المشتريات، هي السنديق اللي راح أشتريها، وفعلا على اليوم الثاني كأنه ضيل عندي تسع سنديق، غربلتهم لسبعة، وقمت بعمليات الشراء، طبعا الشراء لوين لخزانتي بأمريكا، ما كنتش لسه قد ألغيت في هداك الوقت من السنة، فشفاست، يعني كانت خدمة فشفاست لسهتها شغالة، هنجيب سيرتها بعدين، وكانت التكلفة الكلية لسه نضيق 35 دينار، حتى 35 دلر، وبالتالي حسب القانون الجمرك، لازم يطلع عليهم جمرك خمس سنانير، لأنه أي طرد تحت الخمسين جمركو خمس سنانير، فنمليلكم أبديت، بس يوصلوا بالسلامة إن شاء الله، ولا يتم احتجازهم، ولا يتم جمركتهم بمبلغ كبير، فنشوفكم بالأبديت، وبعدها هيكون فتحة الطرود هلا والله، مش عارفة بصراحة شو بداحكي، عجل مش مش عارفة أنا في حالة صدمة، شوفوا يا جماعة، هلا شو اللي صار، إني أنا سنتلعي طبعاً، لأنه بستنى العيدية حتى إني أقدر أشحن، فشحنت سرديقي من خزانتي بأمريكا للأردن، زي ما قلت لكم من قبل إنه هذا حيكون آخر تعاون إلي مع فشفاست بصراحة، لعديد من الأسباب، واحد من هذه الأسباب اللي هو المتابعة الجمركية والرسوم الإضافية اللي بلشت تتسرب لخدمة فشفاست في السنة الأخيرة أو في السنتين الأخيرات، بما إنه أنا شخصياً أعطت حركة الشحن، فسنات أول ما تم تجهيز الطلب واخترت الحامل وبعت الطلب وأخدت رقم الشحنة، لما أخدت رقم الشحنة أو رقم الطرد، كتبت مباشرة إيميل ممكن حتشوفو هون لأراميكس، حطت فيه عدة أشياء، حطت فيه أول شيء إعلام الأول كريت جونيور اللي كان عن جد فيه صورة التنزيلات، والطلب تبعي صورة سكرينشوت على الفاتورة اللي إجتني على الإيميل لتأكيد الطلب، وصورة أخرى لسكرينشوت على خصم البنك اللي إجا بنفس اليوم اللي أنا عملت فيه الطلب ويتناسب مع سعر الطلب، يعني حتى أثبت إنه هاي هي الفاتورة وهذا هو ما دفعت يا جماعة، ونسيت الموضوع، تمام؟ فلما رنوا علي أروح أستلب الطلب، إن صدعقت، يعني لا في إشعار إنه وصل ولا في إشعار إنه تم احتجازه بالجمرك العادة، ولا في مرمطة إنه روح يجيبي موافقة على الكتب، مع إنه يعني إنها ينبين إنها غير دينية وغير سياسية، يعني حتى يعني ما فيش عبث ولا فتح لمحتويات الطلب وإعادة الدحش ليلها بطريقة خاطئة، فبصراحة يعني الطلب وصلني بشكل محترم، وأنا من لما وصلني وأنا أشعر بالغباء المطلق، أوكي، عن جد بالغباء المطلق، يعني هلأ أنا دايما بشحم بفشفاست، وبعب البيانات الجمركية، كنت أعبيها دايما بالتفاصيل، لكن باللغة الإنجليزية، لأنه موقع مرة قبل بالعربي، وبعدها بطل خلاص، بس بقبل التفاصيل باللغة الإنجليزية، فبكتب كافة التفاصيل والوصف، وبحط التأمينات عليها كمان بشكل صحيح، عشان لا سبحان الله إذا ضعت أو صار أي شي فيها، إنه أقدر أحصل التأمينات، بس أنا مش كل مرة كنت أراسل أراميكس، يعني كنت أتقاعس بصراحة عن مراسلة أراميكس ببيانات التوضيحية، سواء فيها أدلة الشحنة، الفاتورة، خصم الباين، وغيره، بس لما راجعت دماغي، وتذكرت المرات اللي رسلت فيها أراميكس، اكتشفت إنه الجمرك في كل تلك المرات كان منطقي ومتوافق مع القانون، ما تتخيلوش شعور الغباء اللي أنا عايشة فيه هذه اللحظة، يعني كل خسارتي تعتبد على الغباء والكسلة، يعني حسيت كل خسائر السابقة خطأ المطلق، برغم من إنه إحنا يعني دايما في الأردن لا نستطيع أن نغفر أو نتعاطف مع الجمرك الأردني، بس خليني أعترف إنه في نسبة من الخسائر أتحمل أنا، أتحمل أنا السبب، على كلين راح أعرضيكم إن شاء الله، فتح للصناديق، وحيكون فتح سريع بدون مناقشة إيش مواضيع الكتب، عايريت لو في خدمة لطيفة خفيفة زي هيك، موجهة ضدها للأطفال في وطننا العربي يعني الكتاب، وبكي تجمعوا أشياء متناسبة مع محتويات الكتاب، وما تكونش أسعارها يعني مبالغ فيها، على كلين هذه هي يا أصدقاء تجربتي الحقيقية والواقعية، مع الجمرك الأردني، أنا من قبل ما أصور هذا الفيديو، أنا مقرر أسمي تجربتي مع الجمرك الأردني، على قد ما كنت أنا حاملة عليهم على 150 دينار دفعتهم آخر السنة الماضية، فاكتشفت إنه هذا الفيديو توثيق لغبائي، تقريبا، تقريبا، أمريكا، 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 إيقى كتاب، أي صناديق الكتاب، بعض الصناديق بها كتاب، يوجد كتاب، 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 كيف تنظر الكتب أخرى مقترحة إذا أعجبهم الكتاب الأصلي تحضر الكتب تصميم ودزاين واللون تحضر الكتاب تحضر الكتاب تحضر البابلس في الحمام أو غسل أيضا جز�يك تدفل أيضا يفترض أن تكن المترجع في المؤ Tang بقيته وهي جميلة تحضر الكتاب سواء يوجد صفري ككسب تحضر الكتاب تذهبيتهم كيف تلقيته كيف تلقيتها؟ مشت 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 مستوحة مستوحة البطاقة الكورتز اللي بتيجي مع الصندوق في دفتر انشطه كمان جاي مع الصندوق لطيف رسمات للتلوين بحث عن كلمات ألعاب معينة جيد ضفحات منقضة و اخر قبل الاخير هي كأنها مثل المراير تلزق على الشباك لكن لا يجب أن يكون معها ألوان سبيلت الريمبور شاتر زمندو لا هي ستظهر ألوان لأنها كسرة ستظهر ألوان الريمبور يمكن أن ترى كيف تظهر لونها أو كيف تظهر ألوان لكن شباك فيه وشمس كثير الكتاب ألوان ألوان يمكن أن ترى لأنها ترى ألوان ألوان بالنسبة سوف أكتب أكتب في وقت لاحق فالغلاف من الداخل بسيط تطبيعه بطيف الصندوق الثاني اسمه إليفنتس أون بردي طيب ما هي الأشياء اللي فيه طبعا فيه فيل ناعم كثير كتكوت كاني مره بابا جابلنا هيك لعبت فيل بس كله أزرع وديني زهري احلى من هاته ايش ها شكلها محاي ايه عن جد إريزر لأنه ملمس ملمس ها شكل محاي هي فيل على شكل محاي كمان وفي روايات ترجمة العربية ايهان الفريد والوحيد لك كاتبتنا المفضلة كاثرين أبلغتت بس أنا ما عندي نسختها العربية فهلا عندي نسخة الإنجليزية منها وفي الكتاب المقصود في اشياء للكتاب المقصود لدينا ألم وغطايته على شكل فيل أسود لونة هلو عندي إقلامي نشوف هلا الكتاب كتاب كثير وصغير معه ستيكرز على شكل فيه معه بوك مارك أحلى فكرة يكون معه ستيكرز و بوك ماركس من ان يكون معه بطاقة الشخصية ومعه كل عادة توقيع المؤلف اللي راح نضيعه ومعه اللي هي رسالة المؤلف بس حبيت ان الرسالة موجودة بشكل مختلف على نفس كبر الغلاف اللي هو The Elephant in the room القصة The Elephant in the room هولي ونوفوشيا فاقع والسباين تبعه السندوق هذا اسمه Legendary Carriage هذه لايت ضوء بتشد هيك وطلع المصباح لحطون بطارية بالشقلوب لكي لا تضوي آه لحطون ورقة نصباح بطير صح هلو؟ عجبني انا مكتوب عليها Supernatural Storm قطعة صابون يعني مش عارف احدده شوف في كتنين اذا حطينا قطعة صابون موسيقى 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 بومة موسيقى بوستر وابعت الأديمى يمكنني مكتبي في المدرسة ما هو اكتاب الوصول كما يكون قد يكون موسيقى الوصول الوصول الكتاب الأول اسمه باولا سانتييغو and the river of the trees هذا هو الكتاب الأول يبدو انه سلسلة لباولا سانتييغو بس ايش الاشكال اللي حواليها الكتاب الثاني سي سي رايدز and the desert of souls مع بطاقة الكتاب اكتر اشي بكرافهم الفايكينج وثقافة الفايكينج ولا بحب اقرأ عنهم توقيع الكاتب بس تيكيرز شايفه وايكينج رسالة المؤلف حبيت اخر رسالتين هيكة بطريقة مختلفة طبعا على كبر العلاف كلهم طبعا نحتفظ فيه الجو الكتاب الكتاب الامام الخلف الوانه حلوة مطيف الكاتبة المؤلفة الاسفر اه شايف كل الوان فاقعة عنه صارت من يراهم والكفر تبعوه سادة اصفر اتوقع عشان هيك هم اوقفوا انه هم ما بيعملوا لزاني كتير على الكفرات تبعت الافطال ولا بيغيروا فيها حلو فهذا هو الكتاب يا اصفر يجي على اول اشي اه بوك بوك باتل بازل لها بازل لهذه السورة حلوة السورة مش بطالة في كتب هون وفي حشرات حلوة بازل كتير كتير ونبيس في كتب فيه بازل تاني ماركتبته وفيه حلوة لحلوة احناتك لحلوة تكتب او ترسم ماشي بطاقات بطاقات الحمراء بطاقات الخضرية بطاقات 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 فلنضع عنوان كرياتي بطاقات كونكورس تغذوا الجميع في عنا هاي هي اتوقع عمليها عشان تحط فيها الأقلام أنا بعتبرهم مش عمليات تقائبوا بالزمانات اعمنت واحدة بالكوشي وانا مستانع صندوق حديد علبة ألوان مائية حبيت حبيت ها حبيت ها مجموعة ألوان كثير ها ريشة ها 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 حبيت أخذها معاك وشي تب ها 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 تموعين انتي انتيك شايفة تموعين انفو محور ها ها طب هاي ها 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 برا الكتاب بس حلو صح الكتاب اسمه كيكي كلارا بريكس اكينجدم نفتحه الملصق توقيع الكاتر والرسالة على نفس الغلاف والكتاب من الداخل لونه ازرع البطاقة الخاصة بالكتاب هي مون لاينت اند ستار دست البطاقة تكون بالعادة للصندوق القادم هذه الملصق متعلقة بالفضاء وهذا يمكن واحد فقط من الكتب الحديثة لانه معظم الكتب الحديثة اضفتها للسلة خصط على السريع الواشي تاب اعتقد اني راح احتفظ فيه لانه علي رسمات كتب انا شايفة هلأ من تشوف الواشي تاب فيه طابة للنفخ وفيه كتاب صدير عن الفضاء جونيور جينيوس جايد يحكي عن الفضاء شايف له مطيف وفيه باتش هاي كوي صح يعني بتنكوي على الاشياء اه وفيه ملصق كبير وفيه بطاقة الكتاب القادم او الصندوق القادم وفيه ملصق وفيه ملصق وفيه ملصق وفيه ملصق اتخيلوا يعني هذا الكتاب كلياته كل صندوق سعره خمسة دلار يعني ثلاثة دانير اردنيا طبعا اكيد انت ماذا انت بسوء للمستعمل يعني البازارات الكتب المستعملة يمكن ان يمكن ان تحصل كتاب هارد كوبر باثنين دينار اردنيا ليس دلار يعني كتاقة الشخصية وتوقيع المؤلف ورسالة المؤلف على غلاف الكتاب والكتاب اتوقع انه شفتو او يمكن هو من اشهر الكتب اللي انا عرضتها هلأ روفيرز ستوري وخاصة انه كان السنة الماضية فيه كثير بوكي كلبس اعتمدته فكان يقرأ فيه مجموعة كبيرة من الناس من الداخل اوه لونه غريب لونه هذا اللون الازرق الباهت على الرمادي والواشي تاب زي ما انتو شايفين عبارة عن كتب متطايرة ماذا هو كائنات فضائية تصبح توقع كل الرسومات اللي هون موجودة بالواشي تاب عشان هيك انا رح احتفظ فيه حسنا هذا صندوق موجودة فيه مقلمة موجودة فيه مئة كلمة رائعة خلينا انشوفهم اتوقع ان الكلمة بس تلف فيها هيك هي الكلمة ولما تلف فيها بيكون وراها هيك المعنى طبعهم فيه حقيبة طبعهم موجودة فيها مجرد خليها للاستخدام الجميع يا ارام او اضطفتها في العيد ميلد سنمو ايوه اوه اه نفرعه حالنا هدياته ميلد عجد خمسة جمال حاطف فيها كم شغلة موجودة 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 دفتر مذكرات دفتر مذكرات وفرنا حالنا عدد سلمة أقل من الخمسة دولار هل أحد يحكي لها؟ نصف متحدر للقناة لا أحد يحكي لها هذا السندوق القادم لا توقع واحد من السندوق التي فتحناها التي كانت فيها عن الألفانت الكتاب هو In The Between أتوقع صحيح كيف نقرأ اسمه The In Between The In Between In The Between كيف نقرأ اسمه كيف تحبه In The Between أو The In Between أو The In Between آه صح The In Between الكتاب نرى من الداخل يحوي هانت يا جماعة أريدك كمان لك من تدرسي لكي لا تدرسي أريد درسي الرياضيات الورقة الثانية توقيع الكاتبة The Booster الخاص في الكتاب The In The Byrne و رسالة الكاتبة على تقريب الكتاب 그리고 الكتاب من الداخل من الداخل من الداخل لون أزرق غامع يجب أن يكون خمري يجب أن يختار يجب أن يختار من درجات الأزرق سنديق الكتب لا أظن أن الأول كتب موجود في موقع يمكن أن أضعها في صندوق الوصف موجود فيه وقايا سنديق الكتب أعتقد أن العرض لا يوجد عرض لكن يمكن أن تجد عرض 50% يجب أن تجد عرض يجب أن ترى نفس الأشياء 5 دولار موجود فيه كتب وقطع لحال في هذا العرض يمكن أن يكون وعلى العيد سنة إذا أظل الموقع موجود أجيب لي طرد من شب أن شب أن شب أجيب الكتب من شب أن شب سنة أضبط الكتب وأضع توقيع الكتب وأرتبها في المكتبة أراكم في فيديو جديد سلام لدينا أشياء في الصندوق كيف واقعة ما بعرف لأنه كلهم يجوا مسكرين معادة واحد معادة واحد حسيتهم مفتوح هذه من آخر صندوق ألم وآلة طابعة كبينز تركبون حلوين وهذه الشانتة أتوقع لها من الصندوق الذي كان فيه كتاب الفضاء أو الكتاب الروبوت موجود فيها أشكال فضائية مجوم ومجرات وضيئة طبعا هذه بالعكمة تضوي وموجود فيها القطعة التي تتلزق عليها من وراء عشان تلزق عم حت أرى كل الأشياء التي يوجد فيها مرة واحدة قمار زحل مجرات 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 نيازك وشوهب أحزم أحزم وشوهب أتمنى مجرات 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 المجرات